مجدداً تجد الولايات المتحدة نفسها أمام اختبار جديد وحالة تجسد الانقسام الذي تعيشه البلاد رئيس سابق يمثل أمام المحكمة في تهمة غير مسبوقة وعشرات من أنصاره يحيطون بمبنى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة ومقاوف من أعمال عنف انتشر أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب حول مقر إقامته في برجه الفخم في مدينة نيويورك وفي شوارع المدينة وسبقوه إلى مقر المحكمة التي يحاكم أمامها في اتهامات بعضها جنائي في سابقة من نوعها لرئيس أمريكي ستأخذ المحاكمة طريقها ووقتها وإجراءاتها وتصدر حكمها سواء كان تبرئة أو إدانة وفقاً للقانون المتبع وهي خطوة لها بداية ونهاية معروفة ويبقى الأخطر وغير المعروف هو الشارع وإلى أي حد يمكن أن يذهب أنصار ترامب في احتجاجهم ورفضهم لإجراءات محاكمته لا أحد يعرف على وجه الدقة لكن الجميع يعود بالذاكرة إلى الوراء قليلاً إلى السادس من يناير عام 2021 لحظة فاصلة ووقعة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي باقتحام آلاف من أنصار ترامب لمبنى الكونغرس عبرت الواقعة عن ذروة انقسام حد وعمدي في المجتمع لم تعد صناديق الاقتراع وحدها قادرة على عكسه والتعبير عنه بشكل سلمي بل أصبحت الصناديق والعملية الانتخابية كلها موضع شك وعدم مصداقية لدى قطاع كبير من الأمريكيين اليوم ومع محاكمة ترامب يعود أنصاره إلى حالة الحجد نفسها ويتمترسون خلف الأفكار ذاتها المتهم أو الرئيس السابق ترامب يغذي مشاعر العداء والاحتجاج بين أنصاره تماماً كما فعل في وقعة الكونغرس حينها زعم ترامب أن الانتخابات جرى تزويرها ودعاهم للتصدي لما يحدث فجرى ما جرى ومع انطلاق محاكمته يكرر ترامب مزاعم المؤامرة التي تستهدفه وتحاول عرقلته قبل انتخابات الرئاسة